لذلك إخواني الجزائريين الواضح والبين والمعطيات والمعلومات المتوفرة أن الجزائر أعطت الغاز وقلتها من قبل عدة مرات بأقل من سعر التكلفة بالخسارة وكان رهانهم أن هذه الصفقة تخلي إسبانيا تحافظ على حياديتها أو تبقى دائما في المنطقة الرمادية فيما يخص القضية الصحراوية يا جماعة هذه مواقف دولية تدعم المغرب المغرب هو الذي يحسن في القضية الصحراوية وليس هذه المواقف عندما كانت إسبانيا في المنطقة الرمادية المغرب لم يتراجع في مواقفه ولا سيسته ولا أي شيء من هذا القبيل ظل يقول الصحراء الغربية مغربية دائما يسر على مقترح الحكم الذاتي يرافع في كل المحافل من أجل هذا الطرح يعني هذه المواقف الدولية تزيد قوة وحضور لهذه المسألة تتمثل في ميلاد قوة أو دولة جديدة في المنطقة تحتاج إلى موافقة دولية موافقة إقليمية الموافقة الدولية هذه الآن وضع أراهي مرفوضة أوكي إذا كانت هذا الأمر أنكم غضبتم من إسبانيا كل هذا الغضب لماذا لم تغضب الجزائر من أمريكا كل هذا الغضب؟ أمريكا ما خنتش ثقة إذا كان الأمر يتعلق بالصحراء أمريكا لاتخذت قرار سيادة المغرب على الصحراء وهي التي تحسم الأمر وهذه كل اللي يجيوا المواقف الآن اللي تأتي تباعا كلها بمهماز وإعاز أمريكا نعم عندما تتخذ أمريكا قرار في شيء تأكد بأنها ستفرضه على الآخرين ونشوفوا الدول تباعا هي ألمانيا أشادت بمقترح الحكم الذاتي وهلاش مغضبتوش منها ولكي عادش تبون هناك ونقلونه أمور ودووه على كل حال إخواني الكرام أن هذا الكلام خطير هذا الكلام يؤكد أن النظام الجزائري يخفي شيء ما الكلام بلاني هذا فيه احتمالا أن الجزائر خانت إسبانيا خانتهم في الثقة في مسألة الصحراء الغربية فقط دائما يقولون لهم يعتون لهم في وعود أنه سنحافظ على موقفنا في الحيادي أو في المنطقة الرمادية كان يقول لهم هذا وارتدوا عليهم والجزائر غضبت هذا بعناها أن مسألة الصحراوية هي مسألة جزائرية بامتهاز ما هيش مسألة دبلوماسية من حق الدول أن تؤيد أو ترفض الجزائر أن تتخلق في عدوات وتمد في الثروات مثل ما عملتها مع إيطاليا هاوا رجعون هناك تواصلوا مع المغرب وقال لك بأن المغرب يبقى دائما شريك هذا هو اليحد غضوة إيطاليا أيضا لو تلجأ وتعلن موقف تأييد إلى مقترح الحكم الذاتي أو تشيد به ماذا ستفعلون خانتكم ثاني يعني تحولت الجزائر مثل تلك العشيقة للأسف كانت غير مع فرنسا وظركها هيبدأت تظهر حتى مع الجهات الأخرى خانها عشيقة أنتم تضعفون من شأن الجزائر من أجل البوليزاريو لصرته تبهدل في الجزائر في كل المحافل القضية الصحرامة إيش قضية الجزائر هكذا هو المنطق يقول هناك جماعة تقول تطالب بتقر المصير تتمثل في جبهة البوليزاريو إن جاح حالها الله يسهل عليها ما نجاح حالها إيش الله يسهل عليها لا تعنيني من قريب ومن بعيد هذه القضية سوى أنها موقف دبلوماس والجزائر الآن غرقت فيه ودفعت الثمن دفعت أموال باهظة ثروات لأكثر من ربعميات مليار دولار اللي تقدم إلى البوليزاريو في الأسلحة وفي حرب عبثية لو قدمت للجزائرين وصنعت بها مصانع لا كانت كل الولايات رأي فيها مصانع الناس موظفين الجزائر أولى بهذه الثروات نعم الجزائر أولى بهذه الثروات يعني ضيعت مصالح الجزائر في كثير من المحافل للأسف الشديد